تجيد الولايات المتحدة اللعب على وتر التناقض بين عدائها المعلن لإيران ووكلائها في المنطقة وبين التعاون معها ومع هؤلاء الوكلاء لتحقيق أهداف مرحلية مشتركة فعلت واشنطن ذلك مع ميليشيات الحشد في العراق إبان الحرب ضد تنظيم داعش فكانت الميليشيات تقاتل على الأرض بينما تمهد لها المقاتلات الأمريكية الساحة وتوفر لها الغطاء الجوي واليوم يتكرر التناقض الأمريكي وإن كان بصورة تختلف تفاصيلها عن نظيرتها في العراق فالولايات المتحدة لا تزال ترفض تصنيف ميليشيا الحوثي على لائحة الإرهاب برغم تأكيدها على لسان قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي أن الحوثيين وإيران من ورائهم يتعاملون مع سكان اليمن كفئران تجارب بشرية لتجربة غير إنسانية في الحرب الحديثة وأنهم في سبيل ذلك يستخدمون بتهور أي قدرة تسليحية تسلمها لهم إيران وفق وصفه وبحسب محللين فإن واشنطن التي تؤكد أن سبب استمرار الحرب في اليمن لأكثر من سبع سنوات يرجع إلى حد كبير إلى دعم إيران لميليشيات الحوثي تناقض نفسها حين ترفض تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على الرغم من أن ذلك التصنيف إن حدث سيضع الشركات المصرفية الحوثية تحت الرقابة الدولية وسيخنق مصادر الدعم المالي لها بما يسهم في إنهاء الحرب في اليمن الموقف الذي تبرره واشنطن بالحاجة إلى التعامل مع الميليشيا الحوثية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن يكشف في رأي المحللين عن قدر من التخادم بين أمريكا من جهة وإيران ووقلائها من جهة أخرى لتحقيق مصالح كل طرف منهما مع إبقاء مساحة مرنة من الخلاف والتنافس وصراع النفوذ بينهما على حساب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط